مجال السايبر سيكورتي مجال السايبر سيكورتي زيه زي أي مجال للإيكو سيستم أو المنظومة اللي بيشتغل بيها وإنت لو حابب تدخل المجال لازم تتعرف على المنظومة والكيب ليرز ودور كل واحد فيه أنا اسمي أحمد أيمن عبد الحميد أنا حاليا شغال سايبر سيكورتي كونسلتنت في شركة سايشيلد الفيديو ده مقدمة عرفية لك عن مجال السايبر سيكورتي من خلال رسامات توضيحية وبأمثلة مختلفة بتوضح الأماكن اللي ممكن يكون فيها الوظائف أو التيمز اللي بيحتاجها كل مكان في المنظومة دي المهارات اللي محتاجها علشان تبدأ في المجال عموما وبعض المصادر اللي ممكن تساعدك نبدأ الأول بالكيب ليرز لأن دول هم المستفدين من الإيكو سيستم وبالتالي هم اللي هيكون عندهم عمل أولا شركات اسمها الفيندرز وهو المصنع للسيكورتي سوفتوير زي برامج الأنتي فيروس والسيم سولوشن أو السيكورتي انفورميشن أو السيكورتي هاردوير زي الفايروول الانتروجن بريفنشن سيستم الويب أبليكيشن فايروول وفي بعض الفيندرز بيقدموا كمان ترينينج وفي استخدام منتجاتهم في الحماية وده بيكون في شكل كورسز أو سيرتيفيكتز مثال على السيكورتي فيندرز اي بي ام بالو ألتو فورتي نت سيسكو وغيره الفيندرز عموما بتحتاج وظائف زي التكنيكال امبليمنتر وده اللي بيقوم بتركيب الهاردوير بيعمل سيتاب للسوفتوير تاني حاجة وهو التكنيكال سبورت اللي بيقوم بدور الدعم الفني للكاستمر فيما بعد شراءه لمنتج بتاعه تالت حاجة السيكورتي سيلا ده اللي بيقوم بتسويق المنتج وعرض حلول ومميزات التأمين اللي بيقدمها المنتج ده للكاستمر ورابع حاجة وهو السيكورتي أركيتكت أو الكونسلتكت وهو اللي بيكون مسؤول ان يحط حل أو السوليوشن لمشاكل الكاستمر خامس شخصه هو أخيرا البرودكت مانجر وده اللي بيحط الخطة لإنتاج السوفتوير والهاردوير وكيفية تسويقهم وترتيب متطلبات المنتج والعمل حسب الأولوية ولان ساعات بيبقى فيه كاستمر محتاج لحلول تأمينية مش هتكون متوفرة في المنتج واحد من فندر واحد بنما هتحتاج دمج الأكثر من سوفتوير وهاردوير هنا بيجي دور الشركات اللي اسمها Integrator System وهو بيكون الوسيط ما بين الكاستمر والفندر بياخد الطلبات من الكاستمر ويختار لي أنسب product من الفندر وبيعمل integration for one solution مثال على الشركات اللي بتقوم بالدور ده راية سي انتركوم زيناد وفي غيره الشركات دي هتحتاج ليه لرقم واحد tech sales أو architect وده شخص بيحط الplan للإنتاج لأكتر من فندر وبيلبي احتاجات customer for one solution وبيضمن ان هم مشغالين سوا كويس رقم اثنين وهو technical implementer وهو اللي بيقوم بتركيب الهاردوير وبيعمل setup للسوفتوير عند العميل رقم ثلاثة وهو customer support وهو اللي بيكون مسؤول عن solution ما بعد التركيب ولو ظهر اي مشكلة في الاستخدام او احتاج لتحديد او update رقم اربعة وهو seller وده اللي بيقوم بتعريف المنتجات والخدمات اللي بيقدمها الانتجريتر خمسا واخيرا وهو technical project manager وده ممكن يكون مش technical قوي ولكن دوره مهم جدا لازم يكون فاهم cyber security لان من غيره السلفز المقدمة ممكن ما تتقدمش بشكل صحيح وبالتالي تكون بلا قيمة مش كل اللي بيحتاجه لكاستمر علشان يقامل نفسه بيكون في شكل المنتجات زي software وهاردوير ساعات الكاستمر بيحتاج خدمات من service provider زي IBM Cisco SecureMessor SciShield Synac وفي غيره طيب ايه الخدمات اللي بيقدموها للكاستمر رقم واحد خدمة زي اختبار لمستوى حماية الشركة واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف الموجودة بها وده اللي بنسميه Penetration Testing والSecure Code Review وده اللي بيقوم به Team Security Assurance أو Penetration Tester ودورهم يقدموا تقارير عن نقاط الضعف ديه لكاستمر تاني حاجة بيقدموها كمان بيقدموا خدمات الجي ار سي أو Governance Risk Management Uncompliance وهي مجموعة من الخدمات الهدف منها التأكد ان في منظومة حقيقية وتقييمها وهنلاقي في التيم ده رقم واحد Security Auditor بيقوم بمراجعة على المنشأة أو النظام الأمني بناء على ستاندرد واللوائح من الحكومة أو مؤسسات زي PCI Council تاني شخص Information Security Consultant وده بيقوم بأكتر من مهمة عشان يساعد المنشأة في وضع استراتيجي كاملة للتأمين التالت شخص هو Security Risk Analyst وده بيقوم بتحليل الأنظمة الأمنية وتحديد أي خطر بيهددها وبيشوف برضو كيفية علاجها تالت خدمة وهي مراقبة النظام عشان منع الهجمات أو على الأقل في حالة حدوث أي نشاط غير عادي بيتم تحليل المصدر واحتواءه للتقليل الخسائر اللي بيقوم بالدور ده Team Suck أو Security Operation Center وده بيبقى فيه كذا شخص رقم واحد وهو Incident Handler وهو بيكون مسؤول عن تحليل متابعة الإنسيدنت وتأكد إن كل حد بيقوم بدوره أثناء الأزمة تاني شخصه وهو Sok Analyst وهو اللي بيرائب كل الأنظمة عشان يطمن إن المنظومة سليمة تالت شخص وهو Threat Hunting on Intelligence وده دوره مهم لإنه عامل زي جهاز المخابرات بيحاول يجمع معلومات عن هجمات ممكن تكون جاية في الطريق أخيرا زي الانتجريترز هم محتاجين لTechnical Project Manager طبعا عشان الشركات دي تشتغل مع بعض لازم يكون فيه Governance Regulatory Entities وهم المؤسسات اللي بتحط القوانين والPolices والStandards النظام الأمن السيبراني الخاص بالدولة بتقوم بتحديد تقييم المخاطر اللي بتظهر وإزاي تحمي الأنظمة منها وكمان مراقبة أداء مؤسسات الدولة والشركات وفق القوانين الموضوعة الRegulatory Entities في مصر زي الـ N-T-R-A والإيجي سيرت أو مجلس الأمن السيبراني المصري طبعا معظم الوظائف والتيمز دي موجود منها ما يناظرها عند الـ Customer اللي زي البنوك وشركات الاتصال والبترول مع اختلاف المسميات مثلا من رقم واحد ال-GRC أو ال-Info Sock Team وده اللي بيضمن للكاستمر إن النظام بيطابق المعايير وال-Standards وال-Polices الأمنية عندنا برضو ال-Penetration Tester ورقم ثلاثة ال-Monitoring Team أو برضو بنسميه ال-Sock Team رابعا بالإضافة لل-Security Administrator وده الشخص اللي بيدير كل ال-Security Devices في المكان وخامسا ال-Security Planning وده اللي بيقوم بعمليه التخطيط نظام الحماية والدفاع المناسب للمكان مهم هنا نعرف إن اسم الوظيفة مش أهم حاجة على قد أنا بعمل إيه عشان كده ربطنا اسم الوظائف بوصف للتخصص اللي بشتغل دلوقتي خلينا نشوف مثال إزاي كل الوظائف دي بتتكامل مع بعض عشان في الآخر تقدر تحمي المكان طبعا Security Process كلمة بنسمعها كتير عشان كده وبالرغم إن كل الوظائف بنفس الأهمية بس هنبدأ من el-GRC عشان هم اللي بيحطوا ال-Strategy دي للناس اللي بتحتاجها في الآخر عشان يتكلموا مع التيمز التاني أولا لازم تكون بصلة كويسة مع ال-Penetration Tester لأن التسترز هم اللي بيطلعوا مشاكل جوه ال-System ويبعتوها لل-GRC عشان تقييم الرزق وال-GRC بيبعت لهم الأسيتس المهمة عشان يعملوا عليها تستس شغل التستر وال-GRC بيروح لل-Planning عشان يشوفوا حلول GRC إزاي ممكن تتنفذ في المنظومة بعد كده يبعتوا Security Reports لل-Administrator عشان في الآخر يشغلوا Security Systems الجديدة أما السوق اللي دوره ظهر في الفترة الأخيرة هو كمان بيتكلم مع GRC لأن GRC محتاج يكون عنده شكل Security Systems وكمان عشان يتصور حجم الهجمات على مؤسسة والسوق لأنه المسؤول عن Instant Handling فبيتكلم مع Admin في حال أن ال-Admin عايز يحلل ويوقف الهجوم مهم ناخد بلنا من ألوان ال-Teams لأن دي لها دلالة في مجال Cyber Security فمثلا اللون الأحمر بيكون لـ Team Security Assurance لأن مهمته الهجوم أو ال-Offensive بيتم فيه عملية Ethical Hacking or Penetration Testing زي ما وضحنا قبل كده دول اللي بيعملوا عملية اختراق أخلاقي لمعرفة ما مدى مستوى تأمين النظام اللون الأزرق Defensive دفاع وده في ال-Teams اللي بتصمم برامج الحماية Planning Architect وبعد كده بتنفذها Implementation Team وبعد كده بتدرها Administration وتحلل المخاطر والاختراقات اللي حصلت لبرامجهم Operation Team أما اللون البنفسجي فهو لفريق LGRC أو Threat Hunters اللي جواه الأشخاص اللي بيقوموا بالدورين لأن دورهم بيكون فيه Consulting فلازم يلبس الطائدين طب لو عايز تبدأ في مجال Cyber Security أيا كان التخصص فيه بعض المهارات المهمة اللي لازم تكون عندك منها Concepts Operating Systems System and Network Administration Basics في Coding and SQL Assembly Language ولازم تبقى عرف ال-Standards العالمية والمصرية في Cyber Security تجرب Operating System Tools زي Firewalls IPS Antiviruses وغيرها في منصة مهارتك لمعهد تكنولوجيا معلومات هتلاقي فيه بعض الكورسات بال-Cyber Security باللغة العربية وكمان فيه Training Providers كتير بيقدموا ليك شهادات في تخصصات مختلفة في ال-Cyber Security مثلا EC Council Offensive Security Kaspersky Zero Two Auto Sands وغيرها تقدر تتابع مشاريع كتير Open Source مختلفة بتنزلها وبتجربها زي PFSense Curator Community Edition Clam VA HoneyNet Project MSIP OS Intel مهم تبدأ وتجرب وتشتغل بيدك في منصات Capture The Link مثلا عليهم Hack The Box أو CTF Time أخيرا أمن المعلومات لها Communities أو مجتمع بتقابل فيه الناس اللي شغالين فيه والناس اللي عايز تدخل المجال المجتمع ليه أشكال كتير مؤتمرات وشخصيات بتقدم دعم للشباب اللي عايز يبدأ وبالتالي بتفيد المجال بشكل غير مباشر أمثلة زي Cyber Talents ASC Besides OSP وكمان فيه بعض الفيسبوك بروبس أو Twitter Accounts زي State of Security كل المصادر اللي تكلمنا عنها وأكتر مع خريطة الوظائف هتلاقيها متاحة ليك في اللينك مع الفيديو